جهاز العضلي سبق وتعرفنا على ضوء العضلة في درس الجهاز العصبي بحيث قلنا أن العضلة هي عبارة عن مستجيب حركياني هي المسؤولة عن الحركة يتواصل الإنسان مع محيطه الخارجي بواسطة سلوكات إرادية ولا إرادية يتحكم فيها الجهاز العصبي وتقوم بتنفيذها عضلات الجسم التي تعتبر أعضاء مستجيبة لزوفان إفكتور وتكون مجموع عضلات الجسم ما يسمى بالجهاز العضلي فما هي التساؤلات التي يمكن طرحها بخصوص هذا الدرس؟ إذن تساؤل الأول كيف تعمل العضلات من أجل إنجاز الحركات وما خاصيتها؟ سؤال رقم اثنان ما هي البنيات المسؤولة عن التقلص العضلي؟ سؤال رقم ثلاثة كيف نحافظ على صحة وسلامة جهازنا العضلي؟ أولاً كبيرة الكشف عن دور العضلات الهيكلية وخصائصها لاحظوا معي لدينا هنا مصطلح جديد العضلات الهيكلية ماذا نقصد به العضلات الهيكلية؟ العضلات الهيكلية هي عبارة عن عضلات تكون متبتاً عن الهيكل العدمي بواسطة الأوطار أولاً صغيرة أكتشف دور العضلات الهيكلية في إحداثي الحركة النشاط الأول للتعرف على دور العضل الهيكلية في إنجاز الحركة نلاحظ الوتائق الآتية إذن الآن سوف نتعرف على المطلوب من خلال هذا النشاط إذن المطلوب والإجابة على الأسئلة التي أمامنا إذن عزيزي التلميذ أوقف الفيديو لمدة من الزمان ثم حاول الإجابة على الأسئلة التي أمامك إذن السؤال الأول أتمم ملء الجدول الآتي سؤال رقم إثنان ماذا تستنتج بخصوص العضلات الهيكلية وتنائية الرأس؟ إذن الآن سوف نحاول الإجابة على الأسئلة إذن أثناء حركة البسط نلاحظ أن ساعد اليد يتكون من عضلتين عضلة تنائية الرأس وعضلة تنائية الرأس عضلة تنائية الرأس لماذا سميت بهذا الإسم؟ سميت بهذا الإسم نظرا لأنها ترتبط بالعضم عن طريق وطرين لذلك سميت بتنائية الرأس أما العضلة تلاتية الرأس فسميت بالتلاتية لأنها ترتبط بالعضم عن طريق ثلاثة أوطار إذن الآن نلاحظ طول العضلة نائية الرأس لاحظوا معي طول هذه العضلة نلاحظوا أن طولها ازداد بينما سمكها يتناقص وبالتالي نقول أن العضلة نائية الرأس في حالة تمدد يعني متمددة بينما العضلة تلاتية الرأس نلاحظ أن طولها يتناقص وسمكها يزداد وبالتالي نقول أنها في حالة تقلص يعني متقلصة الآن ننتقل إلى الحركة المولية وهي حركة الثاني إذن لاحظوا معي ساعد اليد نلاحظوا عضلة نائية الرأس أن طولها يتناقص وسمكها يزداد وبالتالي نقول أن العضلة نائية الرأس في حالة تقلص بينما العضلة التي يترأس نلاحظ أن طولها يزداد وسنكها يتناقص وبالتالي فهي في حالة التمدد الآن سوف نقوم بتتويني النتائج دان عزيزي التلميذ الآن قم بتتويني الإجابات الصحيحة في دفتارك إذا نلاحظ معي العضلة التي يترأس أثناء حركة البسط طولها يزداد بينما سنكها ينخفض وبالتالي نقول أنها متمددة بينما العضلة التي يترأس نلاحظ أن طولها ينخفض بينما سنكها يزداد وبالتالي نقول أنها متقلصة وأثناء حركة الثانية نلاحظ أن العضلة التي يترأس طولها ينخفض وسمكها يتزايد وبالتالي نقول أنها في حالة تقلص يعني متقلصة بينما العضلة التي يترأس نجد أن طولها يزداد وسمكها يتناقص وبالتالي نقول أنها متمددة إذن بالنسبة للسؤال رقم 2 ماذا تستنتج بخصوص العضلة التي يترأس وتنائية الرأس؟ إذن للإجابة على هذا السؤال سنلاحظ معطيات الجدول أثناء حركة البسط العضلة تنائية الرأس متمددة بينما العضلة التي يترأس متقلصة وأثناء حركة الثاني العضلة تنائية الرأس متقلصة والعضلة التي يترأس متمددة تلاحظوا معي دائما أثناء أي حركة كيفما كانت دائما نجد أن العضلة نائية الرأس عكس العضلة تلاتية الرأس يعني إذا كانت العضلة تلاتية الرأس متمددة فالعضلة تلاتية الرأس ستكون متقلصة والعكس صحيح وبالتالي نقول عن أن هاتين العضلتين هم عضلتان متعارضتان ماذا نقصد من متعارضتان؟ يعني إذا كانت إحداها في حالة تمدد والأخرى ستكون في حالة تقلص والعكس صحيح إذن نستنتج أن العضلة تلاتية وتنائية الرأس عضلتان هيكليتان متعارضتان مثل أنتغونيست إذن يتزامن تقلص إحدى هذه العضلات مع تمدد الأخرى محبوظة تثبت العضلات بواسطة العضام على الأوطار إذن تثبت العضلات على العضام بواسطة الأوطار وأثناء التقلص العضلي تجدب العضام وتتحرك فيما بينها على مستوى المفاصل حيث يسهل انزلاقها تواجد الغضروف والزلال المفصليين الغضروف ما هو الغضروف؟ إذن الغضروف هو عبارة عن أنسج ضامة وكتيفة تفصل بين المفاصل أو عضام المفاصل وهذا النسيج الضام هو المسؤول عن إنتاج الزلال الزلال هو عبارة عن مادة لزيجة تسهل الحركة على مستوى المفصل الآن ننتقل إلى خاصيات العضلة الهيكلية إذن لتحديد خاصيات العضلة الهيكلية نعتمد على التجارب الآتية إذن التجارب الأولى إذن في بداية التجربة نأخذ عضلة هيكلية ونقوم بقياس طولها ثم نطبق إهاج على هذه العضلة إذن في الأول الذي يطرح نفسه هل هذه العضلة استجابت للإهاجة أم لا؟ إذن من خلال الشكل يظهر أنها استجابت للإهاجة كيف هي هذه الاستجابة؟ هذه الاستجابة تمثلت في تناقص الطول والزياد السنك إذن من خلال الملاحظة الأولى لإستجابة العضلة للإهاجة نستنتج أن العضلة الهيكلية تتميز بخاصية الاهتياجية لأن الاهتياجية هي قدرة العضلة على الاستجابة للإهاجة بينما الملاحظة رقم 2 و3 وهي انخفاض طول العضلة والزياد السنك العضلة فهذه الملاحظتين تبينان لنا أن العضلة في حالة تقلص وبالتالي نقول أن العضلة تتميز بالقلصية ما هي القلصية؟ القلصية هي قدرة العضلة على التقلص إذن الآن ننتقل بالتجربة الموالية للذين أيضا عضلة هيكلية نقوم بقياس طول هذه العضلة ثم نقوم بتطبيق قوة على هذه العضلة إذن عندما نقوم بتطبيق قوة ماذا نلاحظ؟ ما هي الملاحظة التي يجب تدوينها في الجدول؟ في خانة الملاحظة إذن الملاحظة الأولى أن الطول يزداد والزياد السنك يقل إذن الآن نقوم بتدوين الملاحظات ثم بعد ذلك نقوم بإزالة القوة المطبقة فنلاحظ أن العضلة تعود إلى حالتها الأصلية إذن لاحظوا معي هناك تشاومين الحالة النهائية والحالة الأولى إذن فهي قد عادت إلى حالتها الطبيعية والأصلية إذن ماذا نستنتج؟ إذن نستنتج أن العضلة تتميز بالمرونة ماذا نقصد بالمرونة؟ المرونة هي قدرة العضلة على استرجاع حالتها الأصلية من طول وسمك إذن الآن ننتقل إلى التجربة الثالثة أيضا لدينا عضلة حيكلية نقوم بقياس طولها ثم نقوم بتطبيق قوة على هذه العضلة ولكن هناك فرق بين تجربة رقم 2 و3 أن القوة المطبقة في التجربة رقم 3 هي قوة كبيرة مقارنة بالقوة المطبقة في التجربة رقم 2 إذن نلاحظ أيضا الملاحظات التي يتم ملاحظه أن طول هذه العضلة يزداد بشكل كبير كما أن سمكها يتناقص أيضا بشكل كبير عندما نقوم بإزالة هذه القوة المطبقة على هذه العضلة نلاحظ أن العضلة بقيت كما هي مما يعني أنها لم تسترجع لم تعود إلى حالتها الأصلية يعني عدم استرجاع الحالة الأصلية للعضلة وبالتالي نستنتج أن مرونة العضلة إذن هذه المرونة التي اكتشفنا في التجربة رقم 2 أنها مرونة محدودة إذن مرونة محدودة إذن مرونة العضلة هي مرونة محدودة إذن حصيلة تتميز العضلات الهيكلية بثلاث خاصيات الخاصية الأولى الاهتياجية إكستابلتي تتجلى في قدرة العضلة الهيكلية على الاستجابة للإهاجة القلوسية تتمثل في تقلص العضلة بعد إهاجتها وترجم بانتفاخ وتصل ببطنها مع انخفاض في طولها الخاصية الثالثة المرونة إلى استيستي تتجلى في قدرة العضلة على استرجاع طولها الأصلي بعد إلغاء القوى المسببة لتمددها إلا أن هذه المرونة محدودة شكرا على المتابعة ألقاكم في الجزء الثاني من الجهاز العضل شكرا